كولر كمان لو هنتكلم أكيد درس الفريق بشكل رائع جدا هو دايما بيتكلم أو بيتحدث كولر على دراسة المنافس دايما بيتكلم في كده حتى بيبقى أو كان في الأول بينزل صور وهو بيدرس المنافس وبيتكلم دايما في المؤتمرات الصحفية على النقطة دي تحديدة ودي نقطة قوية جدا بالمناسبة وفيه فكرة برضو أن انت تتكلم عن يعني فرق شمال إفريقيا بيكون فيها ندية اللي متابعة طبعا حضراتكم بيركز لا يعني بيبقى في تنفسية بيبقى في ندية كبيرة جدا ودلوقتي مع التطوير اللي حاصل كمان للفرق الإفريقية المختلفة انت حتلاقي ان الجابس ما بقيتش كبيرة الفوارق ما بقيتش كبيرة ما بقيتش قول دلوقتي مثلا حتى مدياما لما جينا تكلمنا او مدياما فاز على شباب لزداد او يعني تعادل طيب انت تعادل معانا وفاز على شباب لزداد فالليه قصة ان دراسة ما بقاش فيه مقياس لنادي جديد او نادي قديم او نادي لي تاريخ او نادي ملوش تاريخ لا الندية موجودة تنفسية موجودة والقوة كمان في الكورة او في اللعبة موجودة خلينا نقول ان الاهلي اكيد برضو يعني نتمنى ان هما يعملوا خلينا نقول يتأهلوا هما او المتوقع هو شباب لزداد ان هما حيتأهلوا لكن احنا نتمنى ان الاهلي هو ان شاء الله اللي يكون يعني الافضل او يكون لي الافضلية في اللعبة وعايزين برضو لأن الأرقام هي اللي بتطمن شوية لو إحنا هنتكلم أو هنستعرض محضراتكم تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الجزائرية بشكل عام إحنا نقدر نطمن إحنا قابلنا ست فرق جزائرية فيه 24 مباراة بالضبط إيه اللي حصل إحنا حقق الأهلي الفوس فيه 9 لقاءات اتعدلوا في 7 ويخسرنا في 8 فلما تيجي تحسبها مش بطال يعني أنت تاريخك مع الفرق الجزائرية ليس سيء أبدا بالعكس أنت عندك خبرة ولعبت قبل كده كتير من الفرق الجزائرية فأنت فاهم برضو طبيعة القرى هناك عاملة إزاي أو بتبقى مباريات ليها برضو طابع خاص يا كريم وجماهيرياً بيبقى ليها طابع خاص بس بتبقى مباريات ممتعة تقدر تستمتع بيها بفعلاً من الدقاءة الأولى والتاني هنرجع نقول من الأرقام اللي استعرضناها أنا وكريم من حضراتكم تلوقتي لا بتأكد على قوة المنافس أو المنافسة كمان تحديداً بين الأهلي والفرق الجزائرية فبالتوفيق لكن لازم نخلي بالنا برضو من نقطة أنت بطل أفريقيا ولازم تلعب بالروح دي في كل يعني المباريات القادمة فبالتوفيق إن شاء الله النادي الأهلي